اشتركوا في القناة تهميك الغوادي ترى كل اهل البيت سجيتهم الكرام لكن اضرب لكم نموذج واحد لكرم الامام الجواد وانت على هذا قس ما سواها في يوم من الايام الامام خارج واذا به ينظر الى غلام في حائط يعني في بستان عرف الامام الجواد ان هذا الشاب بامس الحاجة الى الزواج وكان يحب ان يتزوج من بيت معين اذا كيف عرف الامام عدنا بالروايات اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله فكيف بالامام المعصوم كيف بالامام المعصوم فرأسا الامام ماذا صنع اشترى الحائط يعني البستان من صاحبه واشترى المملوك من مالكه فاعتقى المملوك الامام وملكه الحائط بما فيه حائط بستان كان في بيت بعدهم مو فقط بس حائط لكان في بيت ثم خطب الامام له تلك البنت الذي تعلق قلبه بها ودفع مهرها وزوجها لهذا الشاب وقال هذا الحائط لك وهذه البستان لك وهذا البيت لك وهذه الزوجة لك هنّاك الله وخرج الامام سلام الله عليه وهذه بادرة من بوادر كرم الامام سلام الله عليه هذه من علاه احدى المعالي فعلى هذه فقس ما سواها